السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ مرحبا بكم في نص قرائي جديد بعنوان القانون يمنع تشغيل الأطفال لنبدأ مع أستعد للقراءة أتحدث عن أطفال ولجوا سوق الشغل في سن مبكرة إذن هنا نتحدث عن بعض الأطفال الذين ولجوا سوق الشغل في سن مبكرة أي في سن صغيرة قد نقول الأطفال الذين ولجوا سوق الشغل مبكرة يحرمون من حقوقهم كحقهم في اللعب والدراسة ولا يتمتعون بطفولتهم والعمل في سن صغيرة له تأثير كبير على صحتهم وجسمهم لذلك يجب منع تشغيل الأطفال في سن مبكرة ننتقل إلى ألاحظ وأتوقع ألاحظ الصورة والعنوان وأتوقع سبب منع الأطفال من العمل إذن العنوان هو القانون يمنع تشغيل الأطفال ولدينا هذه الصورة نحاول أن نتوقع سبب منع الأطفال من العمل إذن لاحظوا أن هنا طفل يبدو أنه يعمل وتبدو عليه علامات الحزن كتوقع أكتب أتوقع بأن السبب الذي يؤدي إلى منع الأطفال من العمل هو حرمانهم من أبسط حقوقهم كحقهم في الذهاب للمدرسة وحقهم في اللعب والعمل في سن مبكرة يكون ضارا لجسم الأطفال لنقرأ النص القانون يمنع تشغيل الأطفال تعودت مريم قراءة مجلات الأطفال قبل أن تخلد للنوم ذات مرة استوقفها عنوان بارز القانون يمنع تشغيل الأطفال حاولت فهم ما تقصده العبارة ولكن دون جدوى لأنها غير متأكدة من معنى كلمة القانون سألت مريم أستاذها ما معنى القانون يمنع تشغيل الأطفال يا أستاذي أجابها مبتسمة ستفهمين ذلك من خلال درس اليوم في التربية المدنية تجاوب التلاميذ والتلميذات مع الأستاذ أثناء قراءته وهو يغير من حركاته ونبارات صوته لن أسامحك مرة أخرى غلطة أخرى ستجعلك خارج هذه الورشة هكذا كان المعلم عبد القادر يخاطب الطفل عليان لم يجد الصغير في هذا المكان سوى التهديد الدائم والحرمان المستمر من الطفولة وحلاوتها لقد جعل منه عبد القادر رجلا قبل أن يصير كذلك كان الصغير لا يقوى على الأعمال وكثرتها لنحافة جسمه وضعف قوته وثقل القطع الجلدية المبتلة بالماء كان يحس بالفرح والسرور وهو يسمع بحلول السيد أحمد الذي كان يتردد على ورشة عبد القادر ليرتشف أكواب الشاي مع الحاضرين هناك ويخوض معهم فيما كان يناقش من مواضيع وكان علي يجد قلبه وفكره وهو يصغي لما يقوله أحمد أثناء حديثه عن حقوق الأطفال ومستقبلهم ذات يوم اقترب السيد أحمد من علي وسأله قائلا لما تبكي؟ ماذا تفعل هنا؟ إنه وقت المدرسة أجابه الصغير مرتجفا أنا لا أقدر على هذا العمل أنا أريد أن أكون مع الأطفال في مدرستي أريد أن ألعب أريد أن ألعب رد أحمد كف كف دموعك فهناك قانون يحميك ويحمي حقوقك ما هو القانون؟ أين هو؟ أسئلة لم يتردد الطفل الصغير في طرحها على الرجل يثيق فيه القانون يا بني هو ما تضعه الدولة لحماية الحقوق من الاعتداء ولدفع الجميع للقيام بالواجبات إنه يفصل يعاقب الظالم وينصف المظلوم فمثلا القانون يمنع تشغيل الأطفال ما دون سن السادسة عشراتها ليحمي حقهم في الطفولة ويمكنهم من متابعة دراستهم والاستفادة من حقهم في اللعب وليصول كرامتهم ويحفظهم من المخاطر والأمراض وهذه بعض الأسباب التي تشعل معاقبة مشغل الأطفال ومشغل خادمات البيوت الصغيرات أمرا ضروريا يا نص عليه القانون هل ساعدتك هذه الأمثلة على فهم المقصود بالقانون؟ أجاب علي المبتسم نعم يا سيدي وفهمت أن عودتي إلى المدرسة فيها حفظ لحقوقي انتهى الأستاذ من الحكي وبعد مناقشة ما جاء فيه طلب من التلميذات والتلاميذ أن يضع عنوانا مناسبا للنص فكانت مريم أولى من أجاب القانون يمنع تشغيل الأطفال والآن ننتقل إلى أفهم النص أغني رصيدي آتي بشبكة مفردات كلمة تشغيل إذن نكتب لكلمة تشغيل شبكة مفرداتها ونكتب على سبيل المثال مستخدم عامل مشاريع وظيفة ننتقل الآن إلى أفهم وأحلل أذكر سر شغالي مريم بالعنوان القانون يمنع تشغيل الأطفال الجواب سر شغالي مريم بالعنوان القانون يمنع تشغيل الأطفال لأنها لم تفهم هذه العبارة ولم تفهم فيها كلمة القانون ننتقل إلى استخرج من النص الحقوق التي طالب بها الطفل علي إذن هنا نعود إلى النص ونبحث عن الحقوق التي طالب بها الطفل علي ونجد كجواب نقول الحقوق التي طالب بها الطفل علي هي حقه في اللعب وحقه في التعليم وهذا ما نجده في النص في هذه الفقرة نمر الآن إلى ثالثا لماذا طلب الطفل علي التمتع بهذه الحقوق مثل الأطفال المتمدرسين الجواب طلب الطفل علي التمتع بهذه الحقوق مثل الأطفال المتمدرسين لأنه لا يستطيع العمل ويريد أن يكون مع الأطفال في المدرسة وله أيضا الرغبة في اللعب نمر الآن إلى رابعا أبين سببا شراحي علي بقدوم السيد أحمد إلى ورشة المعلم عبد القادر الجواب سبب شراحي علي بقدوم السيد أحمد إلى ورشة المعلم عبد القادر لأنه كان يجد قلبه وفكره مع السيد أحمد لأن هذا الأخير كان يتحدث عن حقوق الأطفال باستمرار نمر الآن إلى أتحقق من توقعاتي إذن هنا يجب عليكم التحقق من التوقعات التي قمتم بتدوينها في البداية نمر إلى أركب وأقوم أولا أتوسع بالشرح في الفكرة التي تقضي بأن حفظ الحقوق مرتبط باحترام الواجبات وكشرح لهذه الفكرة نقول تعد الحياة الاجتماعية هي أساس الحقوق والواجبات وفكرة الحق والواجب نابعة من أن الاتصال والترابط الوثيقة بين أفراد المجتمع هو أساس هذه الفكرة فواجبي هو حق للآخر وحق الآخر هو واجبي فكما نأخذ يجب أن نعطي فمثلا من واجبي طاعة والدي واحترامهم ومن حقي أن أتمتع بحقوقي كالتربية الحسنة والرعاية وحقي في اللعب نمر إلى ثانيا أقارن بين شخصية عبد القادر وشخصية السيد أحمد من خلال تعاملهما مع الطفل علي كجواب نقول شخصية عبد القادر شخصية صعبة وقاسية مع الطفل علي لأنه حرمه من حقوقه وذلك بتشغيله وهو في سن صغيرة أما السيد أحمد فهو دائم الدفاع عن الأطفال وتحدث مع علي ووضح له حقه في اللعب والعودة إلى المدرسة ثالثا أبدي رأيي في تعامل السيد أحمد مع الطفل علي إذن قد نكتب تعامل السيد أحمد مع علي كان راقيا ومن خلال حديثه تبين أنه يعرف جيدا الفرق بين الحقوق والواجبات وكانت طريقته مقنعة للطفل علي ليعود إلى المدرسة نمر إلى رابعا أحاول أصدقائي وصديقاتي حول الآثار السلبية لتشغيل الأطفال حرمان الفتيات من إتمام دراستهن للخروج إلى العمل إرغام الفتيات القاصرات على السواج إذن هنا يجب عليكم القيام بحوار مع أصدقائكم حول هذه النقاط الثلاث التي تمت الإشارة إليها وإلى هنا أعزائي ننتهي من الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بهذا النص نترككم في أمان الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر